اهلا اهلا ويساعد لي اوقاتكم بكل خير يا رب ان شاء الله تظلوا بخير وصحة على طول الروتين اليوم روتين يوم السبت روتين التازه كما انكم شايفين الطقس حلو و اول ما بلشت قلت بدي بلش بهذا القسم من المساكب الصغيرة بدي عشبه مشان بدنا نجهزها للزراعة الشتوية ان شاء الله فعندي هون الجرجير بزر وخلص وبدنا نستفاد من البزر تبعيته فلا هيك هلأ شو رح اعمل كل ياته رح اعشبه وقيمه وجففه وبعدين باخد البزور تبعيته فاليوم ما بلشت بالبيت البيت عندي نوعا ما يعني انه 90% نظيف ملاحقته اول باول بس فيه شغلات مننا نعملها بالمطبخ كونه يوم السبت كمان بدي نظف البراد المايكرويف مشان اذا بدي تسوى يكون كل شيء نظيف فقلت بخاف ما تكون الدنيا بده تمطر لانه احيانا بيكتوب الأرصاد الجوية انه الدنيا صافية فبتمطر الدنيا التأول شغلة رح يعني انه بلش فيها هي المهام الخارجية بالعادة انا ببلش بالمهام الداخلية قبل الساعة اذا اش بخلصها بس اليوم يعني انه كونه ما عندي كتير مهام داخلية فقلت لأ ببلش من برية مازال نظامنا الجو وضامنتو وهون متل ما نكون شايفين كمان في هاي مسكبة البصل كلاياتها دبل الورق تبعيتها العقم الأخضر تبعيتها كمان كلاته عم قيمه من التربة مشان انشروه بالشمس وبعدين يعني انه بيستخدمه للطبخ او للأكل وبعد ما عم بقيم العشة بكلاياته متل ما نكون شايفين بهو التربة بقلبها على ثلاث مراحل اليوم بقلبها وبعد كم يوم بقلبها وتالت مرة بقلبها وبسمدها مشان اذا بننزره عازي رعا شتوية فهلا هون كلاته اشط 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 غير الشكل انا مكيفة كتير على الجو فهلا سمجحة كتير على عمل و اشط 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 على الجو فهلا يحتاج لزيجحة اشط لاยبا اشتركوا في القناة 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 لأنه سهرة السبت نسهر برا فلا هيك عم جهز لن الطاولة برا مشان نعلق نار بالليل فقطعت كمحطة هيك الصغيرة على حجم المنسف تبعية الرمل وحطيته هون جهزته قلت مازالني برا ومازالني هون كمان الوردات دبلو رح اقطف بدالهم جبنا اقطفنا ووردات بدالهم بهالشكل هذا من الحديقة كلها يعتو الحمدلله إعادة تدوير من الحديقة وهيك خلصت مهامي الخارجية الحمدلله رب العالمين ما عندي كثير شغل بالحديقة عند الخضار كلاته منظف العشب يعني مجزبته قبل بيومين كله نظيف الحمدلله رب العالمين يعني عم لاحق محاول قدر الامكان اني لاحق الشغلات اول باول والله خلونا ندخل بقى على المهام الداخلية في المطبخ المطبخ مثل ما اكون شايفين انفضي البرات كونه بدي تسوق التسوق الاسبوعي والله اعلم يا بتسوا يا ما بتسوا المهم طالعة الرفوف اللي تمشان ليفون اول شي لايفت البرات ما صورت لكم كلمرة بصور نفس الشي بس يعني روتين اللي بعمله بصور لكم يا فبعرف انه دائما بنظف معاكم البرات بس والله هي الشغلات اللي بعمله بشكل يومي يعني روتين كمتل روتين اي ام في تعليقات اجتني من كتير صبايا او ستات مثلا قالوا لي جيلان رحمي حالك لا تشتغلي كتير لا تعملي كتير بكرة كلاته بيبان على الكبر يعني الواحد بيحتار بهيك تعليق بصراحة انه بيقولوا اللي بيعمل الرياضة يعني انه صحته بتكون يعني انه كتير كويس لصحته للكبر الرياضة والشغل بالبيت انا بيعتبره مثل الرياضة يعني انه شغلة حركة حركة للجسم الرياضة حركة للجسم العالم تروح بتدفع مصاري مشان تروح على النوادي وتعمل رياضة حركية للجسم بالمقابل انا بحب اشتغل بالبيت وحرك جسمي احسن ما ضل يعني قاعدة بعدين يعني انه اذا اهملت هاد واهملت هاد واهملت هاد وانا وحيدة بالبيت يعني انه مين بده يشتغلون عني رح يتراكم علي الشغل اكتر واكتر فأنا الحمد لله رب العالمين مبسوطة والحمد لله والشكر لله رب العالمين بيعتبروا أنا هي حركة لجسمي يعني مثلها مثل الرياضة يعني إنه شغل البيت أو شغل الحديقة بيعتبروا أنا مثله مثل الرياضة وصدقوني بالحركة بركة وما بيأثر على الكبر أبدا أبدا كل هاته من رب العالمين إذا مثلا الواحد مرض بيكون يعني هي رب العالمين مقدر وكاد بإنك تمرضي بس ما شرط لأنك أنت عم تشتغلي كتير كتير يعني إنه حسب يعني فكل شي بيكتب هاي التعليقات انا بقدركن وبقدر انه انتو خايفين علي وماكلين همي انا بتشكركم من كل قلبي انه انتو عن جد قلانين علي انه مشان انه ما يصير معاي شي بالكبر بس صدقوني اذا انا ما اشتغلت هاي الشغلات هاي اكيد ما حد رح يشتغلها فبالتالي رح يتراكم علي الشغل اكتر واكتر وراح اتعب الزيادة اكتر هلا هيك بعد ما طلعت غسلت الرفوف قلت صايرة وصايرة لأعمل الميكرويف كلها يأتي وبعدين نشفتها ورجعتها ومسحت كمان الميكرويف من بره مثل ما انكم شايفين كتير بكرهوا للميكرويف تبعيتي لانه كتير بيقبش بيقبش بشكل مو طبيعي فعالرايحة والجاية لازم امسحه رايحة والجاية لازم امسحه لانه في مي يعني انه صاير على سواد المراية تبعيته سودة فبيبان كل الاباش عليها ورجعت الغراض وعرفت شو ناقصني بالبراد وشو ما ناقصني ناقصني عدد تفطور للولاد للمدارس وخضره عندي خلصت من التنظيف وهلأ خلونا نجي على تحليط الاسبوع اللذيذة الشهية اللي انا دائما بعملوا وعملت مرة معاكم بلاكها وحدة عندي 300 جرام من الزبدة ضفت عليهم اول شي خفقتهم انهم بدرجة حرارة المطبخ صلي من مبارح مطلعتهم من البراد خفقتهم بشكل كتير منيخ ل300 جرام وضفت عليهم كاسة من السكر المشكل ربع كاسة من السكر الابيض وثلاثة ربع كاسة من السكر البني ضفت عليهم ظرفة من الفانيليا وانا عم بحرك باستمرار متل ما نكون شايفين وبعدين ضفت عليهم بيطين بالتدريج اول مرة اول شي ضفت بيضة وحركت مع استمرار التحريك بعدين رجاء ضفت بيضة تانية لحتى يختلط البيض ويتماسك مع الزبدة اذا 300 جرام من الزبدة كاسة من السكر المخلط ما متوفر سكر بني عمكون فيكن تحطوا سكر ابيض فقط وفيكن تحطوا سكر بني بالكامل يعني اذا ما كنتوا رايدين تخلطوا هلأ بدنا نضيف المواد الشافة عبارة عن كاسة ونصف من الطحين ومع الأصغيرة من البيكان بودر ومع الأصغيرة من بيكربونات الصودا وهلأ منضيف كمان رشة ملح ومنحركن متل ما نكون شايفين هلأ اذا كنتوا تكون تعملوها بنكهة واحدة مثلا نكهة الكاكاو فقط متل ما عملتها في فيديو سابق فيكن تحطوا كاسة طحين ونصف كاسة من الكاكاو اذا بتكون تعملوها بنكهة الكاكاو فقط يعني انه بتحسفوا نصف كاسة الطحين لانه هلن احنا حطينا مجموع الكاسات كاستين ونصف بتحطوا كاستين طحين بنصف كاسة كاكاو بتحركون متل ما نكون شايفين بالمعلقة او بيديكن ما بتفرق بس بالمعلقة بنصحكن احسن لانه هاي العجينة دبق كتير كتير بتلزق باليديين هلأ منجيب صينية اول الشي انا قبل ما بلش بالعجينة شغلت الفرن على درجة حرارة 180 من فوقه من تحت لازم الفرن يكون محمي مسبقا بكل انواع المعجنات والحلويات جبت صينية هلأ مناخد نحن نقسمها لثلاث اقسام العجينة او فينا نقول عنه الخليط هلأ منحط يعني انه تلت سادة بالصينية ومنمده بعدين نحط معلقة صغيرة من الكاكاو كمانة بقسم من العجينة او الخليط ومنرجع من مده بهالشكل هذا وهلأ الزاد عنا منضيف عليه معلقتين كبار من الكاكاو لحتى يصير معانا بنكهة الشوكولات فيكم بدال ما تحطوا مثلا بالخليط التاني انه كمية ليلة من الشوكولات فيكم تحطوا كاباتشينو او نسكافي او اي شي بتحبوا هلأ كمان ترجعوا وتمدوهم هي هيك العجينة صايرة لا عجينة ولا خليط جاي بين البين قسمتهم بالصينية متل ما نكون شايفين بعدين جبت ورق السلوفان تبعية التغليف هلأ منسهلهم منحطهم هيك على الوجه ومنحاول انهم نمسدهم حتى يطلع معانا منظرهم حلو يعني بتذكركم بالبوزة مو هيك هذا المنظر بالبوزة لمشكلة الوانهم كتير حلوة هلأ منحط شوكولات حبيبات على الوجه طبعا فيكن تحطوا كمان بقلب العجينة انا حبيت اني حطة بس على الوجه وفيكن تخلطوها خلط بالعجينة متل ما قلتلكون عندي هوني شوكولات سودة وشوكولات بيضة حطيتها ووزعتها متل ما نكون شايفين وهلأ منشيلها ومنحطها بالفرن على الطبقة اللي تحت الوسطانية مو الوسطانية لا اللي تحت الوسطانية بشوي على درجة حرارة 180 هلأ خلونا نبلش كمان بالطبخة الطبخة اليوم رح تكون مكسيكانو على طريقتي المهم هوني عندي فطر عندي فلافلة وعندي بصل عم قطعون بحجم موسط اول شي رح بلش بالفطر انا المكسيكانو بحب قلي قبل ما اطبخوا هلأ بتشوفوا كيف يعني حطيت طواياع النار وحطت فيها شوية زيت او فيكن تحطوا زبدة الشي اللي بتحبوه سمناء اي شي بتحبوه فيكن تحطوه اول الشي رح قلي الفطر بقليه وبعدين بحطوه بالطنجرة وبعدين بقلي البصل والفلافلة بس يتبالوا معي كمان بحطوهم بالطنجرة بهالطريقة هيا يعني اللق فيكن تقلوهن اول باول بالطنجرة بس انا ما بحب انه يتقلو كل الخضرة مع بعضهم لانه كل نوع من الخضار اللي عم بيستخدمه انا بياخد يعني انه مدة معينة من تدبيل فما بدي شي يستوي وشي ما يستوي وشي ينهلط كتير وما ينهلط كتير لا هيك يا وقت اللي بقلي كل نوع خضره لحال بعطي الكلمين يعني كفوه من التدبيل او مدة الاستيواء تبعيته هوني استخدمت ثلاث حبات من من الفلافلة وبصلة كبيرة هوني دبل معي الفطر هلأ منشيله منحطه بالطنجرة ومنجي بقاع البصل والفلافلة كماني ندبلهم مع بعضهم لانهم تقريبا بياخدوا نفس مدة التدبيل يعني مع بعض وهلأ كماني راح اجيب صدر دجاج كمان بقلي لحاله بقلي بحس انه قطيب بيطلع بتباعد الزفارة عن مرأة المكسيكانو فالتالي انا بحب انه قليون مثل ما كون شايفين وبعدين قطبخون عندي هوني صدر الدجاج كمان عم قطعوا مكعبات صغيرة وبس والله هلأ هوني بعد ما دبلت معانا الفلافلة والبصل حطيت علبة من الدراء غسلتها من المياه المي الحافظة تبعيتها وقليتها شوي وحطيتها فوق الفطر متل ما نكون شايفين وهلأ بحرك الخضار كلها مع بعضه ومنجيب صدر الدجاج لحتى يستوي معانا على الاخير هيك وقتل نطبخ المكسيكانو بحس انه ما بينسلق سلق لا بينطبخ طبخ اما وقتل بدنا نعملون كلها مع بعضهم بحس انه بيطلع القوام والنكهة غير بعد ما استوي معاي الدجاج واخد شوي التحميرة بسيطة ضفته فوق الخضار حطيت ملح حطيت فلفل اسود حطيت رشة زنجبيل وحطيت بهار الكاريكا وانه ما عندي بهارات مكسيكانو وبابريكا حركتهم مع بعضهم وراح اضيف عليهم هون كمانة تقريبا مقدار كاسة من انموي ما رح كتير لانه ما بنحب مرقته يكون كتيره حطيته على جناب وهلأ بدي اعمل رز بدي اعمل رز بالخضار دراء وجزر طلعت جزر من عندي من الفريزر خلته لحتى يفك وقليهم مع بعضهم بخليهم يستوه على الاخير لانه الجزر بده وقت لحتى يستوي بعد ما استوى وحطيت الرز بدي اعمله مدخن يعني بالخضار ومدخن بنفس الوقت حطيت له رشة ملح مع شوية مو مش شوي يعني انه كفوه من المو وبس والله وهلأ بغطيه ومجرد ما نشفة المو بحط له فحمة مشان فحمه وطلع ريحته مدخنة بيطلع كتير طيب وبين ما استوى معاي الرز وبين ما يستوي معاي الرز عملت لي حوصل المطبخ متل ما نكون شايفين بحيث انه الولادي تغدوا وانا اطلع اتسوى ان شاء الله طبعا مشان اطلع اتسوى ويكون مأمني على غدا هون مأمني على كل شي والبيت نظيف والبراد نظيف والحديقة وكله تمام تمام هوني الرز نشفة ميته تقريبا يعني انه مو على الاخير بس يعني انه قربت تنشف على الاخير حطت قطط قصدير وكنت حطها فحمة على النار وراح حط نقطة زيت وبعدين فحمه سكر على الطنجرة وبحط فقه بشكير ما بعرف ليش ما طلعت لقطة البشكير بصراحة وهيكا بيكون صار غدانا جاهز الحمد لله رب العالمين الله يديم علينا وعليكم النعم يا رب ويحفظه من الزوال الرز طلعت نكهته بتجنن كتير كتير طيبة وكذلك الامر بالنسبة للمكسيكانو طبعا اطمنوا انا ما نسيت البراونيز كوكيز بالفرن لا ما نسيته طلعته وخليته لحتى يبرد وهلا بقطعه وبفرجيكم معه يعني منشوفه مع بعض المهم اليوم التحليه كان اسمه براونيز كوكيز عملت معاكم قبل هالمرة وقتا حطيت الحبيبات السميري عالوجه اذا بتتذكروا بس اليوم عملنا بطريقة مختلفة وبنكهات يعني وبالوان هلا خلصنا من الغدا يا جيلان خلصينا فرجينا الكوكيز والبراونيز كوكيز هي وصفتين بوصفة وحده هذا هو شكلها بعد ما طلعت من الفرن وتركتها تبرد شوي وهلا راح نقطع شايفين احلى الالوان تبعيتها وهيكا بتمد معاكم على فكرة يعني هي مانا كوكيز مثل معدلكون هي براونيز كوكيز اذا كنت عملوها كوكيز بتصبط معاكم لانه كمية الطحين للكوكيز بتكون اقل وكمية الزبدة كمان اعفوا كمية الطحين اكتر وكمية الزبدة اقل انا عملت معاكم الكوكيز قبل هالمرة فهي مشان اذا اجاب كرة نور اللي عندي نور وعلاء يكون عندنا موجودة تحلية مشان اهوة اذا كنا من انا اكل اهوة نعمل شي شغلة وهلا هيك متل ما نكون شايفين عم قطعة بكل سهولة بتتقطع معاكم تسحبوا السكينة سحب وبتتقطع معاكم بدون ما تتفتفت بدون ما تتهرهر بدون اي شي حبي لكم كمان اذا كنتوا حابين تحطوا لل عالوجه كنتوا حابين تحطوا شوكولات فيكن تحطوا ساميري هاي الشوكولات الملونة يعني اللي بتجي عليها طبقة سكر فيكن تحطوا مكسرات فيكن تحطوا اي شي بتحبوا يعني وهيك صارت جاهزة معنا شوفوا المنظر والله بياخد العائل وريحته بتجنن وطعمته عن جد هاي من وصفات السعادة هاي من وصفات السعادة اللي انا دائما بعملها لازم اعملها على طول وهيك بيكون الفيديو لليوم خلاص بتمنى يكون عجبكم بتمنى يكونكم استمتعتوا فيه وانبسطتوا فيه واذا عجبكن يا صبايا لا تنسوني من اللايك وشكرا كتير على اكاتكم شكرا كتير على دعمكم شكرا كتير على مساعدكم لانه ترتفع القناة معاي اكتر واكتر بتشكركم من كل قلبي احلى متابعين واغلى متابعين والله العظيم انتوا اكابر هلأ صار فيني يقلكن انطروني فيديو جديد وروتينات جديدة وفلقات جديدة ووصفات جديدة وبسطن جديدة بقناتي جيلان شانيل باي باي